السلام عليكم يا اغلى متتبعين مرحبا بكم معي في فيديو جديد قناتكم حلوية تزنيد كانت من يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير كان نرحب بجميع الاخوات اللي انضموا القناة وكان نرحب كذلك بالاخوات اللي كانوا معي من بداية القناة كان شكركم اخواتي شكر كبير بزاف بزافة لحسن المتابعات وعلى تعليقاتكم طيبة وعلى تشجع ديالكم الله يحفظكم يا اخواتي وكما تشوفوا اليوم سنشارك معكم هذه الحلوة الرائعة والمميزة ديال الهلال اللي يجي صراحة بنين لواحد درجة كبيرة مكونات جد بسيطة وطريقة مبسطة كي يجيه شيش بزاف وكيدوف الفهم فكتبنا تجربوه بصحة وراحة اندوزوا بالمكونات مع طريقة التحضير وكيفما العادة مشاهدة طيبة اذا على بركة الله كنحتاج المكونات الدقيق الابيض الخاص بالحلويات مع كيس ديال خاميرات الحلويات 8 جرام عندي كاس ديال زيت كاس ديال سكر حبيبات وكاس ديال لوز مطحون علشك البودرة وكنحتاج كذلك نص كاس ديال ناشا مية وخمسة وعشرين جرام ديال زبدة يعني نص ديال رابعة جوج ديال البيضات رشة ملح دائما في الحلويات نص ملقة صغيرة ديال القرفة وكيس ديال فانيليا للتنسين كناخد اخواتي الاناء اللي غادي نخدم فيه الحلوة ديالي كنوضاع الزبدة لتكون بحرارة المطبخ باش كتسهل علينا تخدم لينا مع السكر كنضيف كاس ديال سكر حبيبات وكيس من سكر لمن السمبل فاني ما كيس السكر الفاني نخدمه بالقشور ديال الحامض او البرتقال زائد رشة ملح وكما تلاحظوا معي سوف نحاول ان نفصل البيض على الصفر بهالطريقة الصفر سوف نضيفه في العجين والبيض سوف نزينه به الحلوة ديالنا في الاخير و سوف نخدم هذا السكر والزبدة مزيان بهالشكل هذا سوف نخدمه مزيان حتى ما يبقاش عندي السكر مفروق على الزبدة و كنحصل بالتالي على الزبدة بومات بهالشكل هذا اللي سوف تشوفه معي ثم الآن سوف نضيف كاس ديال الزيت القياس باش كنعطيكم العبار دائما هو كاس العنبة سوف نخدم مرة اخرى الزيت حتى تنسجم مع باقي المكونات هذه الطريقة تعودتها معي بزاف الحلويات حتى تحصل على خليط من ساجم ثم الآن سوف نضيف جوش ديال أصفر لبيض و نستمر في الخلط حتى يدامجوا المكونات و في هذه المرحلة نضيف كاس ديال اللوز بالنسبة لهذا اللوز راه ما محمر خضيته طحنته مزيان حتى ولا علشك البودرة نضيف نصف علقة صغيرة ديال القرفة سوف نستمر في الخلط حتى ينسجم مع الخليط في هذه الحلوة ديال كي يجي خفيف والديد ما تشبعوش منه خصوصا إذا استعملت اللوز كي يجي المدق ولا أرواح بعد ما ندمجوا المكونات سوف نضيف نسكس ديال اللوز نضيف كيس الخاميرات الحلويات و نبدأ نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق يكون ملء أحسن مغربل و نبدأ نجمع في العجين ديال الحلوة و نضيف الدقيق تدريجيا خاصنا نحصله على عجين لي يكون ليل أرطب فهذا العجين ديال هذا الهلال خاصه يكون شوية مرخوف لا يكون قصح بزاف إلا قصحنا العجين سوف يبدأ تفرتت لنا و نبدأ و نتلقوه فكان نضيف الدقيق غير شوية بشوية فمنين نرشمو الشكل الهلال و نهزم و يبالينا على أنه ديفورمالينا في الديناء فالعجين ما زال خاصه دقيق نرشمنا الهلال و بلنا على أنه تهزم قد في العجين كي يكون بارك عليه من الدقيق فكنت من أخواتي الفكرة تكون وصلت و نحصل على عجين بهذا الشكل هذا لاحظوا كيف يكون العجين هانتومة كي يكون عجين ليل اللهم نزيد الدقيق إلى خاص و لا نقصح العجين و تهدمنا في الخدمة هذا هو القوام للعجين كما كتلاحظوا فكنت أخذ جزء من العجين كنت لقوه بين جوجة بلاستيكات بهذه الطريقة اللي ستشوفو معي و سنتلق العجين بالدلك يعني ما بين جوجة بلاستيكات و بالنسبة للسمك ما ترقوه 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 لأنه يأتي في السمك هو هذا سوف نستمر كنتلق فيه حتى تحصل على السمك اللي بغيت كي قلت لكم غير ما ترقوه ما ترقوه بحال عجين ديال صابلي هذا غريض غريض شوية سوف يبعد المتلق العجين غادي نزول هذا البلاستيك كنحصل عليه بهذا السمك كناخد الان الكاس ديال الشي كنحيد هاد الطرف اللولاني ثم الان بكل سهولة غادي نبدأ كنطبع بالكاس على شكل هيلال وكنجر شوية لعندي سوف نحصل على شكل هيلال بلا مرشم غير بالكاس فقط طريقة سهلة وجد بسيطة فلاحظوا معي أخواتي السمك كيكون عالي شوية ومنين كنهز الزرشم في الدية كتبقى هي هي يعني الكيميا الدقيق هي هذه زيتوا الهيلال لكم والديفورما لكم زيتوا الدقيق شوية لكن زيتوا غير بالعقل لا تقصحوا العجين سوف نستمر أخواتي بهالطريقة هذه حتى نكمل الكيميا كلها والبقايا اللي كيبقى واليام العجين فنعود نجمعهم ونطلقهم مباشرة بعد ما انتهيت من الصفيحة الأولى كناخد الان البيض ليخليناه تزيين كنطربوا شوية حتى كيتحل وكنحتاج أيضا رقائق ديال كوكو إيفيلي أو لا لز إيفيلي حسب المتوفر ونبدأ ندهن في الهلال بالبيض اللي خلينا كل حبة ندهنها ندير اللز إيفيلي من الفوق سوف ندهن بهالطريقة ونزع اللز إيفيلي فوق من الحلوة نستمر بنفس طريقة مع الكيميا كلها بعد ما ننتهي من تشكيل الحلوة لذي ندخل هذا اللطة الفرن اللي كون ديجا نسخناه كي ندخل اللطة الفرن نقص على النار ونجعله يطبع لنا مهيلة كباقي الحلويات يعني النار كتكون من الأسفل حتى كيتحمر من تحت عاد ننزله لتحت يكمل طياب ونطلقه مع الشكل النهائي في طبق تقديم الشكل النهائي الحلوة له الهلال دواستي اللي شاركت معكم كي يجي رائع جدا حلوة من حلويات الزمان الجميل لصراحة كي يجي ببنين بالزف كي يجي خفيف وشيش ويدوب في الفم ماذا قد يلوه لأروع وكي يعطينا كمية مهمة فكنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال استحسانكم اعجابكم بصحة ورحة اخواتي وإلا عندكم اي سؤال مرحبه سنتجاوبكم في التعليق شكرا بزاف لكم على المتابعة وصلنا لنهاية الفيديو كان قوليكم ومع السلامة اشتركوا في القناة